وننتقل إلى تقريرنا التالي حيث أطلقت إدارة التنمية الأسرية وفروعها إحدى مؤسسات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارق استراتيجية إدارة التنمية الأسرية 2022-2026 ضمن مؤتمر صحفي لتتواء أمامها مع متطلبات التطور في المرحلة القادمة وذلك بحضور عدد من المسؤولين والشركاء والإعلاميين مزيد من التفاصيل انتابعها في هذا التقرير تحت رعاية قرينة صاحب السموم حاكم الشارقة سموم الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة أطلقت إدارة التنمية الأسرية وفروعها إحدى مؤسسات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة استراتيجيتها 2022-2026 والتي تأتي تزامناً مع انطلاقة مرحلة رؤية الإمارات 2071 وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي احتضنته قاعة الجادة صباح اليوم بحضور سعادة موضي الشامسي رئيس إدارة التنمية الأسرية وفروعها وعدد من الشركاء والإعلاميين طبعاً الفئات المستهدفة عموماً فئاتنا المستهدفة كافة أفراد المجتمع الأسرة تضمها كافة أفراد المجتمع الأسرة نبدأ فيها بالوالدين المقبلين على الزواج الأبناء هناك دورات مخصصة للمقبلين على الزواج ومبادرات أخرى تسلط عليها الضوء للمتزوجين إلى جانب مبادرات تربوية نسلط بهذا الضوء على بعض السلوكيات التربوية وهي تخص الأبناء نشمل فيها كافة أفراد المجتمع ولا أعتقد أنه لو حينما يستمع أحد من المتزوجين لدورات إدارة مراكز التنمية الأسرية أنه لن يستفيد منها شيء أو ولي أمر أو حتى معلم كلها منظومة متكاملة تفيد المجتمع وتفيد الأسرة مجموعة كبيرة من البرامج والمبادرات تم إزاحة ستار عن تفاصيلها إذ تأتي مرتكزة على نشر المعرفة في الشؤون الأسرية وتسير الوصول إليها إضافة إلى تحقيق الأثر المجتمعي الضامن لتحقيق الانسجام والتوازن والحفاظ على وحدة الأسرة في بعض الأحيان بنشوف في بعض المبادرات عدنا لمدة سنتين في بعضها مستمر لخمس سنوان بعض المبادرات خاصة بالمجال الأسري عدنا مبادرة خلق واعي طبعا هذه المبادرات تهدف لنشر التوعية المالية عدنا مبادرة المقياس الزواجي هذه لفئة المقبلين على الزواج ما قبل الزواج لنشر التوعية وتحقيق التوازن والتوافق الزواجي ما قبل الزواج عدنا مبادرتين من أهمها هي مبادرة قياس الأثر المجتمعي وهي مبادرة ريادية بيتم وضع لها الورقة الإطارية ودراسة الموازنة الخاصة فيها وإن شاء الله بتنطلق معنا على السنة القادمة من المبادرات أيضا الموجودة على أننا في إدارة دراسات ومعلومات الأسرة مبادرة إدارة سجل المخاطر الاجتماعية وهي تعتبر مبادرة ناقوس خطر نقدر نسميها للظواهر الاجتماعية المنتشرة في مجتمع إمارة الشارقة إدارة التنمية الأسرية وفروعها مسيرة عطاء امتدت على مدار 22 عاما في المجال الأسري استهدفت دعم وتعضيد جميع الفئات المجتمعية وإتاحة الفرص والمبادرات التي من شأنها الحفاظ على استقرار وأمان الكيان الأسري حياكم الله أيضا مشاهدينا مجددا نرحب أيضا بضيفتي لصدري لبلوشي ليلة لبلوشي عفوا مدير إدارة الاتصال المؤسسي بإدارة التنمية الأسرية وفروعها تابعة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بشارقة حياة الله صدري ليلة ونبدأ بالسؤال الحقيقة حول رؤية سيدي صاحب السمو حاكم الشارقة وقرينته السمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسم يا الله حافظهم والتي دائما تركز على تحقيق الانسجام وكذلك التوازن الأسري كيف استطعتم تحقيق هذه الرؤية من خلال استراتيجيتكم نعم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا نحن في العمل المؤسسي في إدارة التنمية الأسرية وفروعها بالشارقة يعني نستمد نهج العمل المؤسسي من رؤية وتطلعات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وقرينته السمو الشيخ جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة حفظهم الله في رعاية الأسرة وتمكين الأسرة وأيضا تقديم الدعم والحفاظ على كيان الأسرة من هنا جاءت جميع مبادراتنا وجاءت استراتيجيتنا لتحقيق هذه الرؤى والطلعات والتوجيهات لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وقرينته السمو الشيخ جواهر بنت محمد القاسمي جميل أطلاق استراتيجيتكم جاء الحقيقة متزامن مع مرحلة مهمة جدا في دولة الإمارات والتي تنطلق فيها رؤية الإمارات عشرين واحد وسبعين مع هذا التطور بالتأكيد الشامل في كل مناحي الحياء هل جاءت أهدافكم متوائمة الحقيقة مع هذه الرؤية؟ نعم بالفعل انطلقت رؤية الإمارات عشرين واحد وسبعين ومن المطلق أيضا التطلعات أو الرؤى التطويرية لفكر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حددت إدارة التنمية الأسرية استراتيجيتها الخمسية عشرين اثنين وعشرين وعشرين ستة وعشرين لتحقيق هذه الرؤى والتطلعات التطويرية فجاءت الاستراتيجية مواكبة لهذا التطور وهذه الملامح الحقيقة الاستراتيجية التطويرية في دولة الإمارات جميل الاستراتيجية طبعا أطلقت لأعوام من هذا العام 2022 وحتى 2026 لمدة خمسة أعوام طيب ما هي أهم المبادرات أهم البرامج أهم الأنشطة التي وضعت في خطتكم ضمن الخمس سنوات الخادمة بداية قبل ما أتكلم عن البرامج أتكلم عن أهم الأهداف التي تضمنتها الحقيقة الخطة الاستراتيجية الخمسية الهدف الأول وهو تصميم وتطوير البحوث المتخصصة في الشؤون الأسرية وأيضا نشر المعرفة وتيسير الوصول لهذه المعرفة طبعا هي متاحة لكافة أفراد المجتمع وأيضا للمتخصصين في المجال البحثي ثانيا تقديم الإرشاد الأسري المتخصص أيضا لكافة أفراد المجتمع لتحقيق التوازن والانسجام ووحدة البناء الأسري في المجتمع الهدف الثالث هو تقديم برامج نوعية لكافة فئات المجتمع أيضا لتحقيق الاستقرار الأسري والتلاحم الأسري وأيضا لدينا هدف خامس وهو تحقيق الأثر والقيمة المجتمعية طبعا بالشراكة مع المؤسسات الداعمة لنا في تحقيق هذه الاستراتيجية فجاءت مبادرات هذه السنة والسنوات الخمسة المقبلة إن شاء الله لتحقق هذه الأهداف الخمسة لدينا في إدارة الإرشاد الأسري عدد من المبادرات الجديدة منها مبادرة تخلك واعي وهذه المبادرة هي خاصة للمقبلين على الزواج الحقيقة والمتزوجين هناك مقياس الزواجي يعني يطبق على هؤلاء المتزوجين لمعرفة استعدادهم ومدى توافقهم أيضا في المرحلة المقبلة الحياتية الزواجية هناك أيضا مبادرة اسمها شاور هذه المبادرة لفئة المراهقين مع آبائهم وأمهاتهم يعني تكون مثل جلسات تشاورية للوقوف على أهم المشكلات التي الحقيقة تواجه والتحديات للتواجه المراهق وأيضا المشكلات التي تواجه الأسر في التعامل مع المراهقين هناك أيضا مبادرة جدا مهمة وهي مختبر الإبداع الأسري أو المختبر التفاعل الأسري هذا المختبر هو يعتبر نوعي ويقام في الإدارة للوقوف على أهم أو توليد أهم الأفكار والحلول للقضايا والشؤون الأسرية هذا بالنسبة لمبادرة إدارة البرامج هناك أيضا مبادرات لإدارة الإرشاد هناك مبادرات لإدارة البرامج برامج الأسرة في مبادرة اسمها توازن وهذه هي المبادرة لتحقيق التوازن الأسري والتوازن الاجتماعي للأفراد هناك مبادرة اسمها 180 درجة من التغيير هذا أيضا لتطوير الذات وتطوير التكوين الشخصية الإنسانية في المجتمع هناك مبادرة اسمها رحلة عمر هذه مبادرة لفئة المقبلين على الزواج والمتزوجين وعندنا إن شاء الله تكون أول افتتاحية هذا البرنامج خلال الأسبوع القادم بإذن الله تعالى هناك أيضا مبادرات لإدارة البحوث ومعلومات الأسرة من هذه المبادرات مبادرة بحوث ومبادرة أرقام وهي عبارة عن قاعدة معلوماتية فيها جميع الأرقام والفعاليات الخاصة بالأسرة هناك أيضا مبادرة تسجل المخاطر وهذه المبادرة بدأت العام الماضي الحقيقة لرصد كافة المخاطر الاجتماعية في مجتمع الشارقة للوقوف على أهم هذه المشاكل وإتاحة الفرصة لأخذ القرار فيها بشكل جيد جميل نحن نعرف كذلك أيضا أن الإدارة شركاء الحقيقة خصة فيما يتعلق بالجانب الأكاديمي دعينا نتحدث عن هؤلاء الشركاء ودورهم في تحقيق هذه الرؤية والاستراتيجية نعم نحن في إدارة التنمية الأسرية وفروعها طبعا نعمل جنبا بجنب مع الشركاء الداعمين لنا لتحقيق أهدافنا ورؤيتنا هناك شركاء من أغلب مؤسسات الإمارة الحقيقة داعمين لمبادراتنا هناك شركاء من جامعة الشارقة مثلا سجل المخاطر على سبيل المثال هناك كثير من الشركاء اللي يساعدون في إعداد هذا السجل من الأكاديميين في جامعة الشارقة من الصحة من التعليم من محكمة الأسرة من النيابة الحقيقة الكثيرة والشرطة أيضا يمكن أن ننسى بعض المؤسسات ولكن من خلال أيضا هذا المنبر أوجه لهم التحية وجزيل الشكر لدعم مبادرات وتحقيق أهداف إدارة التنمية الأسرية جميل أستاذة ليلة في معرض حديثة تحدثت عن الإرشاد الأسري المتخصص ونحن نعرف بأن الإرشاد الأسري المتخصص له أهمية كبيرة جدا ودعينا نتحدث عنها ودعينا نتحدث عن كيفية انتقاء البرامج النوعية كذلك اللي توجه بعناية إلى كافة أفراد الأسرة نعم مثل ما ذكرت نحن اليوم في مرحلة تطويرية نعم وفي مرحلة يعني انطلاق رؤية الإمارات عشرين وواحد وسبعين هذه المرحلة محتاجة أن نقف وقفها الحقيقة يعني قوية صحيح بإعداد هذه الاستراتيجية الخمسية البرامج النوعية المتخصصة اليوم في إدارة الإرشاد الأسري يعني ستستهدف كافة أفراد المجتمع الحقيقة عندنا نحن مركز إرشاد أسري في إدارة التنمية الأسرية يقدم خدماته ويقدم الاستشارات من قبل طبعا المتخصصين في المجال الأسري الاستشارات بكافة أنواعها اللي هي الأسرية الزواجية أيضا السلوكية التربوية والقانونية البرامج النوعية اليوم يمكن ذكرتها قبل قليل هي خاصة أيضا بتقديم الدعم الكامل للأسر والمتعاملين في إمارة الشارقة وخارج إمارة الشارقة من المقيمين وأيضا أكيد المواطنين جميل قبل أن نختم هذا اللقاء سيدة ليلة حابين نتحدث عن كيفية نشر المعرفة الحقيقة بالشؤون الأسرية حتى نصل إلى إدراك كامل من قبل الأسرة وكذلك أيضا من قبل كافة أفراد المجتمع نعم نشر المعرفة من خلال طبعا تصميم وتطوير البحوث وهو يعتبر من أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للاستراتيجيتنا الخمسية تطوير البحوث وتصميم هذه البحوث طبعا بدعم كامل من المؤسسات المشاركة لدينا في إعداد هذه البحوث وأيضا من خلال تطوير هذه البحوث نقوم بنشر هذه البحوث للراغبين في الدراسات البحثية وأيضا المؤسسات التي بحاجة لهذه المعلومات الحقيقة التي توفرها هذه الدراسات وهذه البحوث نقوم بنشر هذه المعرفة لتصل لكافة أفراد المجتمع للاستفادة أيضا طبعا من الثقافة الأسرية ومن المعلومات والأرقام الموجودة في هذه البحوث نعم أحب عليكم العافية بتأكيد أستاذة ليلى يعني على كل الجهود التي تبذل وكافة هذه البرامج النوعية ومبادرات كذلك النوعية التي تطرح من قبلكم والتي يكون هدفها الأساسي أسرى مستقرة وكذلك أيضا منسجمة شكرا لتش على وجود تويانا اليوم لأستاذ ليلى البلوشي مدير إدارة الاتصال المؤسسي بإدارة التنمية الأسرية وفروحها التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة شكرا شكرا أستاذ ليلى